بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة امل في هذه الحصة ان شاء الله سنتعرف على الدروس المقررة للفصل الثالثة فيما خص مادة ارياضيات لابطال السنة الثالثة ابتدائي بالنسبة للدروس الفصل الثالثة فيما خص مادة ارياضيات دروس ماشي صعيبة يعني اي تلميذ قدري تحصل على نقاط جيدة وممتازة في اختبار الفصل الثالث فيما خص مادة الرياضيات ايضا الدروس ماشي الدروس هل هي كثيرة لا هنا قادرين نمشوا هذه في الدروس الدروس نكملوها مع الوقت تكون مراجعة وتحضير لاختبار الفصل الثالث ان شاء الله اذا ابشروا ان شاء الله ستكون نتائج ممتازة باذن الله لكن هنا النصيحة للامهات بتلميذ بعد ما يدرس الدروس ويتعرف عليها ويفهم ممليح في القسم تكون مراجعة حول هذا الدرس تكون حل تمرين حول هذا الدرس او نشوفوا تمرين نهاية الاسبوع هكذا تلميذ باذن الله سيتحصل على العلامة الكاملة باذن الله اذا الان نتعرف على الدروس المقررة بالنسبة للفصل الثالث كما نعرف بعض التلاميذ متأخرين في الدروس وبعض التلاميذ يمشوا هذه في الدروس بالنسبة للتلاميذ المتأخرين في الدروس لدينا الدرس الاول وهو الدائرة ثم لدينا حل مشكلة رقم اثنان ثم لدينا الاعداد الى تسعة وتسعون الفا وتسعمائة وتسعة وتسعون هذه بالنسبة للتلاميذ المتأخرين في الدروس بالنسبة للتلاميذ ليمشوا هذه في الدروس يعني ما هم تقدمين ما هم تأخرين لدينا اول درس بالنسبة لدروس الفصل الثالث لدينا متتالية الاعداد الى تسعة وتسعون الفا وتسعمائة وتسعون رقم ثلاثة اذا لدينا هذا الدرس موجود في الكتاب صفحة واحد وتسعون ثم لدينا درس قياس مدد رقم واحد فيما يخص هذا الدرس رح يكون حول الساعة نتعرف على الساعة ماذا تساوي بالدقائق هنا لدينا ساعة واحدة وهي ستون دقيقة لدينا ساعة ثاني لدينا ساعة ونصف لدينا نصف ساعة ربع ساعة بعد هذا الدرس ان شاء الله لدينا علاقات حسابية بين الاعداد رقم ثلاثة علاقات حسابية بين الاعداد رقم ثلاثة صفحة مئة هذا الدرس ايضا ماشي درس صعيب نتعلم ايجاد النصف وايجاد الضعف بالنسبة للاعداد الزوجية اذا بعد ذلك لدينا الاشكال المستوية والمضلعات صفحة مئة وواحد سيتم دمج هنا درسين ولدينا الاشكال المألوفة رقم اثنان اذا الاشكال المألوفة رقم اثنان صفحة مئة وخمسة سيتعرف التلميذ في هذا الدرس على المعين المثلث القائم ولدينا المستطيع المربع يعني كما قلت لكم الدروس ماشي صعيبة لدينا الدرس الموالي الحاسبة رقم واحد رقم اثنان هنا سيتم دمج الدرسين صفحة مئة وثلاثة ولدينا الدرس او الصفحة الموالية بالنسبة لدرس الحاسبة رقم اثنان موجود في الكتاب طبعا صفحة مئة وثمانية عشر يتعلم التلميذ فقط في هذا الدرس يستعمل ويتعلم الحساب فقط باستعمال الآلة الحاسبة اذن بعد ذلك لدينا درس حل مشكلات رقم ثلاثة لدينا حل مشكلات رقم ثلاثة درس مئة واربعة اذن بعد هذا الدرس لدينا الضرب رقم ثلاثة الضرب رقم ثلاثة لدينا مئة وسبعة هنا لدينا ضرب عدد مكون من رقمين ضرب عدد في عدد مكون من رقمين مثلا لدينا 100 أو لدينا 12 في 14 إذن هذا درس يحتاج فقط تلميذ يتدرب فقط على الحساب يعني ورقة وقلم فقط ولدينا الدرس الموالي تنظيم وإنجاز حساب أيضا هذا الدرس يحتاج تلميذ ورقة وقلم يبدأ بحلقة مرين فقط مثلا هنا لإضافة العدد 29 إلى عدد آخر أفكك العدد 29 وهو 20 زائد 9 وأواصل الحساب هنا درس يعني ماشي صعيب بالنسبة لتلميذ السنة الثالثة ابتدائي يتعلم هنا التفكيك الحساب باستعمال التفكيك فقط لدينا الدرس الموالي يعني الدروس لتحتاج ورقة وقلم لدينا هنا حل مشكلات طبعا أسبوعيا يتدرب التلميذ على حل المشكلات لدينا الضرب رقم الثلاثة لدينا تنظيم وإنجاز حساب وإنجاز نعم حساب هنا يحتاج أيضا ورقة وقلم يعني ماشي صعيب إذا بدأت تلميذ بحل العمليات بإنجاز التماريخ فقط سيتمكن من ضمان العلامة الكاملة بإذن الله إذن لدينا بعد ذلك درس قياس مدد رقم اثنان صفحة مئة وثلاثة عشر بعد ذلك لدينا درس القسمة هنا نستعمل التجميع فيما يخص هذا الدرس هذا الدرس فيما يخص الدرس القسمة والتجميع سواء القسمة والتوزيع صفحة مئة وخمسة عشر من الأفضل يكون التلميذ حفظ جداول الضرب هنا من واحد إلى تسعة على خاطر هكذا القسمة رح تأخذ وقت طويل يعني إذا كان تلميذ حفظ جداول الضرب إخلاص يتمكن من القسمة يعني ما يكون عنده حتى مشكل بإذن الله إذا زال التلميذ محفظ جداول الضرب ما عليش يفهم هذا الدرس ويفهم مليح أنه عملية الضرب وهي عملية وجمع متكرر هكذا كيكون رح يقسم يفهم مليح واش رح يحسب هنا لدينا الدرس الأخير إن شاء الله وهو الأشكال المركبة صفحة مئة وسبعة عشر إذن هذا فيما يخص دروس الفصل الثالث في مادة أرياضيات الدروس المقررة في مادة أرياضيات لأبطال السنة الثالثة إبتداء الدروس ماشي صعيبة ماشي هنا ما نشوف هل هي دروس كثيرة لا يعني في هذا الفصل يحتاج التلميذ ورقة وقلم ويبدأ بإنجاز التمرين وحلقة التمرين فقط إذن هذا فيما يخص حصة اليوم دمتم سالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر